أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا غذرا أو نذرا إنما توعدون الأواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإلن يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك كذلك نفعل بالمجرمين وإيل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معنوم فقدرنا فنعم القادرون وإله يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموتا وجعلنا فيها رواسي شامخاتا وأسقيناكم وأسقيناكم ما أنفراتا وإلن يومئذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليله ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر يا كالقصر كأنه جمالة واصف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذل لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيدون فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون ام ام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة